بعد أن وصلت معدلات النفايات إلى مستويات وأرقام قياسية كان لابد من تحرك للمعالجة وفي خط موازن لجهود الجهات الحكومية المعنية كان للعمل التطوعي نصيب عبر مشروع أمنية لنشر مفهوم إعادة تدوير النفايات واستثمارها اقتصاديا معدل النفايات حق الفرد بالكويت ويد مرتفع والنفايات اللي قاعدة تروح حق المرادم تضرب البيئة معدلاتها مهولة فما لها حل إلا أن ننشأ هذا القطاع عشان نعالج من هذه المشكلة ونحتاج أن ننشر الوعي فأخذنا على عاتقنا أن ننشر هذه الرسالة في المجتمع آخر إحصائية تقول أن معدل الفرد بالكويت كيلو ونص كل شخص يطلع منه النفايات يوميا فإذا كيلو ونص إحنا عندنا آلاف الأطنان من النفايات للشخص الواحد وهذه كلها قاعدة تندفن بالمرادم أعضاء فريق أمنية وصلوا هذا النجاح بإقامة أول مصنع لإعادة تدوير النفايات وكذلك بوضع بعض حاويات إعادة التدوير في الجمعيات التعاونية إلى جانب زيارات توعوية مدرسية أمنية هي أول عقد صناعي وقع مع الصندوق الوطني لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة فهو مدعوم 80% من الحكومة لعمل أول مصنع لإعادة تدوير مادة الـ PET البلاستيكية التي هي بطول الماء إحنا بدأنا من قبل ما نبتدي المصنع أن ننشر الوعي وفعلا زرنا مدارس وزرنا منازل وزرنا مؤسسات دولة وبدأنا نوزع الكاراتين مالنا في الأماكن هذه وبدأنا بعدها بفترة نوزع حاويات في الجمعيات حاويات كبيرة وتتمثل خطورة رد من نفايات في صعوبة تحليل محتوياتها والأضرار الصحية والبيئية الناتجة عنها بالإضافة إلى انبعاث غازات سامة لتلفزيون المجلس عبدالله العنزي اشتركوا في القناة